دكتور علي حميد أخصائي الأمراض النفسية أهلاً وسهلاً بك دكتور مرحباً يا أهلاً وسهلاً بك سؤال واضح مباشر متى وصلنا لها المرحلة من الإحلال الأخلاقي أو الإحلال الديني خلي نقول اللي خلتنا نشوف أبناء يقتلون أهاليهم أو يضربوهم أو يعذبوهم أو يرموهم بالشوارع شنو الخلل اللي صار بالمجتمع الحقيقة الظواهر السلوكية غير السوية في المجتمع هي نتاج لتراكمات عديدة حقيقة ما مر بالمجتمع العراقي على مدى أجيال والحقيقة خلي نقول من بداية الأثمانينات وحتى قبلها الطفل حتى ينشأ في مجتمع أو في بيئة سواء كانت بيئة الأسرة أو بيئة المجتمع والمدرسة أو كل الجو المحيط به يحتاج إلى الاستقلالية يحتاج إلى التفهم يحتاج إلى أبوين موجودين في معظم الوقت ويراعوا لأنه بالضبط مثل ما تنبت النبتة صغيرة اللي لازم نراعيها الطفل في مراحل نموه العقلي والعاطفي والإنساني يحتاج إلى أسرة متماسكة رصينة تسهر على نمو هذا الطفل وعلى تنشئته طبعا الهزات اللي مرت بالمجتمع العراقي بالتأكيد أثرت على هذا الجيل أو على الأجيال اللي تعاقبت غياب الآب لفترة جدا طويلة بسبب الحروب بسبب الفقدان بسبب الطلاق بسبب الأسرة تأثرت هواية تركيبة الأسرة وكيان الأسرة وهذا ينأكس سلبا بالتأكيد على الضحايا الصامتون اللي هم من سميهم الأطفال لأن الطفل يتعرض لكثير من المصاعب والمشاكل وقد في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يعبر عن ما فيه داخل لا يمكن يعبر عن طريق الرسم عن طريق الانفعالات عن طريق أحيانا البطء الدراسي عن طريق أخوائي أمور تأثر بي لكنه تظهر بأشكال أخرى أو تظهر في مراحل أخرى من حياته ترجمة نانسي قنقر